لافالي ديال الزن من مثلا من القبائل اللي اللي بدت كتتعرف مرى تقريبا غير مرى مادة الطريق يعني حيث الطريق مثلا ديال دايزة دابا من ويرغان هي طريق جديدة تقريبا غير مرى تقريبا في البداية ديال الفين وتسعتاش فاشة فاشة ديال الطريق كانت عندنا طريق القديمة من طريق إيمليل كانت تقريبا ثلاثين كولومتر كاملها بيس داك شي علاش ربما ما منطقة ما معروفاش ما ما كيصل لها التحد ولكن دابارة الحمد لله انه اه المنطقة واللات كتتعرف سياحيا ومنطقة معروفة اصلا هي بالمورد الاساسي ديال ديال العيش ديال السكان هي الفلاحة اه خاصة الفلاحة وخاف فلاحة معيشية من اه فواكيه مثلا من حب الملوك البرقوق تفاح القرقاء حاليا دابا احنا يلا بدين في واحد حالي لقلت في واحد ناشط اخر ديال السياحة في المنطقة يعني حيث هنا يمن الميزون ديال يلا يبدو دليري هكا كيستمروا في هاد المجال خصوصا ان المنطقة راه معروفة بمؤهلة طبيعية رائعة اه مثلا منفاذ اخر ديال الجبل تبقى الممكن ديال حيث مثلا طريقة اخر راه اعتنا المؤهلة السياحية اللي كتبها كيف لاش نجيبو الناس سياحة شنو غيشوفو عنا اه بالنسبة للسياحة يعني كين ما يتشاف مثلا كين شلال الاغوليد نواباش معروفة المنطقة الشلال الاغوليد نفا عزيب تمسول كين جابا الوان كريم اللي في قيم واحد القيمة ديال اسمته اربعالاف وستين وثلاثة وستين متر كين لقيمة ديالت اخر خورت هنا يا قيمة غاباوية رائعة متى كتستحق الزيارة خصوصا للناس اللي كيدروا الماشي شوية اللي كيتحركم زيان كين اللي غنضوني متى غير في الدوار فوس الدوار منتقرة تقريبا تبارك الله من من عشرات اللي في ها وكين عاد كتتتتتت تتبر منفهد آخر ديالتوبقال مثلا كين واحد المنفد من إيملي체 اركم وإالkung من من تيفنوت داب حاليا Mig shit قين در تبقال تمن هنا اه للنيس الكي يدراتو بقال كين Weragem كين قبائل الذي أخرى مجاور كتستحق الزيارة مثلا لقابلا arms يعني هذا مركز آخر ان شاء الله كان طمحو لي باش نشكلو فخاصة في ما يؤخص في المنطقة لم تستنم الزلزال. كيف كان الزلزال على المنطقة؟ الحمد لله لا يوجد الزلزال أول شيء بعدها. الحمد لله لا يوجد ضحايا هنا في دوار خصوصا. ولكن هناك دوار هنا في لفالي اسمه الدوار تيزيوس. تقريبا كانت استادية الوفيات. أين كانت الوفيات؟ على دوار يعني ركعار في ديور الطراب وهذه الدار التي تشقها تراها مهددة. الناس خرجوا ديك الساعات من ديورهم ولينا ديرين مخيمات في اللول يعني حاولنا تدبرنا كجمعويين ديك الساعات. صافي ما بقها تشعر التاني الصيفة ديال الخدمة هذه. بقينا كجمعويين في المنطقة ولينا نستقبل الناس هكا كإعانات ولينا نستقبل القياط. كنا في اللول بدينا كمخيم مشترك في الدوار يعني حاولنا نجمع عيالات مثلا الجيها الرجال من الجيها. من بعد فاش توفر علينا القياط يعني في كل عائلة استطعنا أننا نوفر لها خيمة ديالها. تحولنا عاو تاني الاستقبال ديك المساعدة تولينا كنوزعوهم. يعني كنجمعوهم كقفاف. كنجمعو واحد ستوكاش. كنفرقوه كقفاف. كنفرقوه على الناس. داست هاد المرحلة عاو تاني ديال تقريبا شهر. تحولنا المسألة حاليا ديال ترافو على المسألة ديال التعويض. الإسراء تسريع في ما يخص إعادة الإعمار. كنفرقوه باقي أصلا كانت مكرفسة وباقي كتكرفس بالحجرة. يعني كنحواج أخرين. يعني تجاوزنا ديال مرحلة ديال استقبال المواد الغداء. يعني تحولنا المسألة أخرى حيث الناس بابا تخلي برد. تخلي جداد. تخلي جداد. تخلي شحال من حاجة الصراحة. الناس راعانة ومؤخران. الناس اللي خرجوا من ديورهم حيث مثلا دارتها أطراب. وعليها مثلا تلجو اللي عليها. يعني ما يمكنك تخليها أنت وتغمر بحياتك. يعني بنسبة لأهلات الطرفة الآن. هذه خمس شهر قرار من سبتمبر الآن. وشكينش نتيجة؟ كينش تجاوز هذه الصوتات آآ استجابة المطال لديكم؟ آآ الصراحة في هذا في هذا الاتجاه. ما كان شوية ديال التفاعل اللي نشوفه الصراحة إكزاكت. حيث مثلا وقع واحد لإشكال. فشخرج النتائج ديال مثلا اللجنة اللولة. اللي كانت قيم ديك الساعات الأضرار. خرج القرار ديالها بحالي لقلتين الناس ما صبروش. يعني فاش وصل هادا ستافد هادا ما ستافش ناطل بالبالة بالناس. ولو الناس كحتوا بزاف لي الشيكايات في العملاء. ولا على السعيد القيادة. تحولت أنه تطرات تطرات السلطة أنها تخرج واحد لملتمس. ذاك الملتمس على شكل ذاك اسميته ذاك الرابورنيت اللي كتقيده ديك الساعات. اللي كتعمر ديك اللجنة. يعني ولو الناس كيعمروا بنفس المعلومات. إلا القرار ديال الجنة. مثلا واش بالهادم واش الإصلاح واش هادي واش هادي. ما تقدرش أن تطعمه. حيث انت يا ماشيمون. كتتفعلوا مع التاني. بقيت واحد المتصفة لنا كوميسيون أخرى. يعني ديك اللجنة أخرى. كتتزمن ضيور نفس الإشكال. مثلا عندنا في الدوار استفدوا خمسة الناس إلى الآن. يعني وإحنا يا ديمة على اتصال. يعني. يعني أمنيك يقول الدوار من عشرة دوار تقريب. هات الشي من عشرة دوار. كيني خمسة خمسة عندي في الدوار. كيني دوار دوار خرين اللي فيهم عشرة كلها دوار. واش في متان حضاش. ذاك دوار قاعد لي فيه استدى حيارة على. على حسب علمي. تقريبا هو أكبر دوارها فيه. تقريبا مية وابعة وثمانين هائلة. ويلا ستفتم منها تقريبا شي خمسة وثلاثين ولا. يعني اللي باقي بها كينت تتجاوب. بعد فاش كاتمشي. كاتحط شي شكاية. ما تبقاش كاتشد من عندك. يعني ما كاتعرفش المشكل فين كين ومنين. يعني فاش كاتمشي سل العملة. كاتمشي العملة اللي رجع القيادة. يعني الناس عانا وتصور أنه كاللي عنده مشكل غير في الرقم ديال التليفون. يعني ما قدروش يعالجوه لدابة خمس شهور. انا هو تازلي الدعم. ولكن عنده مشكل ديال التليفون باش ياخد داك الدعم. وما قدروش يصلحوا لي هذا المشكل. يعني كاني إكرهات في هذا الاتجاه خصوصا. كاني إكرهات اللي ما وضحهاش. وما كيكونش قارار صاري من عند السلطة. يعني أنه انتك تجي. خصك تقول الناس واش غا تستفد واش ما غا تستفد. يعني باش تحمل مسؤوليتك. أنا واد الانسان يرجع لداره. حيديك ساعة باشي لو قاعد شي كاريته تحمل مسؤوليتك. يعني انتم من الكاتصرف على المنطقة. شنو التصور ذلك من إعادة الإعمار. واش البناء حيث أنتم ملا شي مكان آخر ولا إعادة. شنو التصور اللي عندكم. صراحة من خلال واحد اللقاء كناديك ساعدرناه مع الباشا. فهذا الاتجاه أنه كينين دور اللي مهددين بالحجر. هذا الشي قال لي كدرها غا تخرج واحدة. واحدة الجناء جيوفيزيائية. خصائية اللي تقرر. واش هذا المكان باقي صارح للسكن. غير هنا يا أكثر يا ما غا ديش تحول. يعني الناس باقي متشبتين بالدور. باقي متشبتين بالأرض يا لهم. يعني باقي تسنى وغير أنه يتصرف دك الدعم باش أنهم. كينين جاء اللي يخرج ليه الدعم. وده بتريبات ليه الدار وصل للأرض وباقي في الخيمة. وباقي ما كينين شطرونش الثانية. يعني باش أنه يبدأ في الأشغال. يعني باقي ما كينين اللي ساعدت. كينين متل كيش تغير ديك. حتى ديك ديك المساعدة المادية. ديك الفين وخمسمية درام شهريا. هناك كينين كل إشكال. أنه خصوص الناس اللي غا تعتليهم الفين ومسمية يبانو. وخصوص الناس اللي غا يشدوا الإصلاح يبانو. المشكلة أنها كتتعمم. يعني اللي اعطي خمسين الف درام. اه ديك الفين وخمسمية درام. كتعطيه ديك تمانين الف درام. يعني ما كتقول شو الدراه هذا غير متضرر. يعني خصوص نعطيه غير ديك الفين وخمسمية درام. والأخرى مثلا دهار ومقيوسة خصوص نسامو معها في الإصلاح. ولا هادي مقيوسة بزاف ولا مدومة. خصوصات تعود تبنى. يعني هناك كينين الإشكال. والناس بغاو أنه جواب. يعني شوف قنعني. قولي يدخل دارك. حدا بس سلوطة تفشكت قولي. ومدلاث رك. يقول لك ما شغليش أنا يا را. مثلا هي تفشكت مشي عند القيط. قولي لك ودي القرارات. كين ديال الجنة اللي خرجت عندكم. يعني كينين إقراءات في هذا الإتجاب.